اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن تحديد سبب الانميا لو عيان جالك وعنده انميا ازاي توصل للسبب تحديدا والحلقة دي طبعا مخصصة للاطباء والطاقم الطبي فقط لو عيان جالك وعنده صداع نهاجان مع المجهود وعنده دوخة وبسيت عليه لقيت وش باهت وضربات قلبه سريعة وهكذا قلتولي عمل حاج روح اعمل لي تحليل صورة دم كاملة عملك صورة الدم الكاملة ورجع لقيت الهموجلوبين بتاعه قليل وكمان لقيت الاربيسيز كاوينت والهماتو كريت قليل قلتولي عمل حاج انت عندك انميا خد العلاج ده طبعا ده ماينفعش لان ببساطة زي ما احنا عارفين ان الانميا دي عرض مش مرض بمعنى انك لما تلاقي واحد عنده انميا لازم تشوف ايه السبب اللي عمل الانميا اصلا وتعالجه انما لو هندي مقويات بس او ندي دم بس وخلاص فالانميا ممكن انترجع تاني لو معرفناش السبب بتاعها زيها بالزبط زي ارتفاع درجة الحرارة ينفع عيان يجيلك درجة حرارته عالية تدي له خافة حرارة وخلاص طبعا لازم ندور على السبب اللي خلى درجة حرارته ترتفع هل الراجل ده عنده التهاب مثلا في اللوز هل عنده خراج هل عنده عدوى في اي مكان في الجهاز البولي مثلا فبندور عالسبب عشان نحاول نعالجه زيها بالزبط الانميا لو لقينا انميا لازم ندور على السبب صح صح معايا بقى كرات الدم الحمراء بتتصنع فين اصلا في الجسم المصنع بتاعها فين في النخاع العظمي بوم مارو وعشان تتصنع محتاجة مواد خام زي مثلا الحديد وفيتامين بي 12 والفوليك أسد وكمان بيتحكم في التصنيع ده هرمونات وعمليات كتيرة في الجسم زي مثلا الاريثروبيوتين اللي بيطلع من الكالية والاربيسيز او كرات الدم الحمراء لما بتطلع متوسط عمرها 120 يوم وبالتالي سبب الأنيميا هيكون ايه بقى يا إما المصنع مش شغال لأي سبب بقى زي مثلا المصنع لقدر الله فيه بقى الليوكيميا أو سرطان أو حاجة مشكلة في المصنع نفسه يا إما المصنع شغال كويس لكن بيحصل فقدان في الدم ده بعد ما يطلع زي الناس اللي بتنزف من أي مكان الناس اللي عندها بواسير مثلا وبتنزف باستمرار الناس اللي عندها كرحة في المعدة السيدات اللي مركبها لولب لمنع الحملة وبينزل دورة شهرية غزيرة كل دي أسباب بتعمل فقدان للدم يا إما مفيش فقدان في الدم لكن فيه تكسير فيه كرات الدم الحامرة زي مثلا التكسير المناعي لكرات الدم الحامرة زي مثلا أنيميا الفول والأسباب التانية اللي هنتكلم عنها بالتفصيل فاحنا مع بعض هنقول اسكيمة كده بسيطة نقدر نحاول نوصل منها للتشخيص من أول تاني العيان جالك عملت له تحليل صور الدم كاملة لقيت الهموغلوبين بتاعه قليل كمان الاربيسي سكاوينت والهماتوكورييد غالبا هيتطلع قليل معا تعمل ايه بعد كده تبص في صورة الدم الكاملة على حاجة اسمها MCV المنكروباسكولار فوليوم المفروض الطبيعي بتاعه مثلا من 80% ل 100% لو لقيت المنكروباسكولار فوليوم ده قليل أقل من 80% أو على حسب المعمل بتاعك لو لقيته قليل بنسميها مايكرو سيتك أنيميا مايكرو يعني قليلة سيتك من الخلية وأناميا فهي كرات الدم الحامرة في النوع ده بيكون حجمها صغير مايكرو سيتك أنيميا وهنعرف أسبابها بعد شوية طيب لقيت الامي سي في ده طبيعي من 80% مثلا في الحالة دي بنسميه نورمو سيتك أنيميا نورمو من نورمل يعني حجمها طبيعي طيب لقيت الامي سي في ده عالي يبقى بنسميها ماكرو سيتك أنيميا ماكرو يعني كبير ماكرو سيتك أنيميا ركز معي هنتكلم أول حاجة على مايكرو سيتك أنيميا انت عملت له التحليل وبصيت على الامي سي في ده لايته قليل في الوقت ده انت هتدور في شوية أسباب زي أشهرهم الايرن ديفيشينسي أنيميا أنيميا نقص الحديد في فيديو عن أنيميا نقص الحديد اتفرج عليه اللينك بتاعته في مثلا الثلاثاميا سواء ألفا أو بيتا الثلاثاميا في السيدرو بلاستيك أنيميا هي دي أشهر الأسباب وكمان الأنيميا آف كورونيك ديزيز لكن الأنيميا آف كورونيك ديزيز غالبا بتبقى نورمو سيتك آنيميا لكن ممكن تيجي مايكرو سيتك آنيميا آنيميا آف كورونيك ديزيز يعني شخص عنده مرض مزمن وهو ده السبب في الإنيميا بتاعته وده خليه لي الاخر خالص هنتكلم عنه في نهاية الفيديو الايرن ديفيشينسي آنيميا عشان هيő الأشهر هتشوك فيها في الأول ولما تبص على عيان عنده Iron Deficiency Anemia وتبص على صورة الدم الكاملة بتاعته هتلاقي RDW عالي لكن مش بنعتمد عليه انت هتطلب Iron Profile Serum Iron هتلاقيه قليل Transferring Situation هتلاقيه قليل Fertine هتلاقيه قليل والوحيدة اللي عالية اللي هي Total Iron Binding Capacity دي اللي هتلاقيها عالية كده انت شخصت ان دي حالة ايه Iron Deficiency Anemia كويس جدا خلاص كده لأ طبعا لازم بقى تدور على سبب Iron Deficiency Anemia تشوف الراجل ده بينزف منين بالزبط هل ما بيكلش حديد كفاية زي ما قلت لك تفرج على الحلقة بتاعت Iron Deficiency Anemia لازم تدور على سببها وتعالجها طيب انت عملت Iron Profile طلع طبيعي او عالي معنى كده ان هي مش Iron Deficiency Anemia هتفكر في ايه بعد كده الاشهر اللي هي الثلاثيميا طبعا مع تاريخ مرضي في العيلة شوية هيشجعك اكتر لكن عموما انت بتشك في الثلاثيميا لان هي الاكتر اللي بعد كده اللي تعمل Microcytic Anemia فتطلب للعيان ده Hemoglobin Electrophoresis تحليل اطلبه للعيان هيوضح لك اذا كانت Beta Thalassemia هتلاقي المجلوبين A2 عالي لو كانت Alpha Thalassemia هتلاقي المجلوبين H هو اللي عالي ونخلي بالنا انا بتكلم على العيان اللي جالك بأناميا طيب العيان طلع مش Iron Deficiency Anemia ومش Thalassemia المجلوبين Electrophoresis بتاعه طلع كويس في الحالة دي هتشك في الحاجة اللي بعد كده اللي هي Cydroplastic Anemia وده مرض نادر جدا غالبا انت مش هتشوفه يعني لكن لو شكت فيه وخصوصا بيكون معاه مشاكل في White Blood Cells كرات الدم البيضة والصفايح فانت بتطلب للعيان ده Poon Maru Aspirate يعني عينة هيحللها من النخيع العظمي وهي دي بقى اللي بتشخص لك Cydroplastic Anemia بيلاقي فيها حاجة اسمها Ring Cydroplastis وكمان بتعمل للعيان ده Blood Film او بريفرال Blood Smeer يفرد العينة تحت الميكروسكوب ويشوفها وتطلع لك بالمواصفات دي Blood Film او البريفرال Blood Smeer او ان هو يفرد العينة على شريحة تحت الميكروسكوب دي حاجة مهمة جدا سواء في Cydroplastic Anemia او في كل انواع الانيميا اللي احنا بنتكلم عليها كمان Cydroplastic Anemia دي ممكن تكون بسبب Lid Poisoning اللي هو التسمم بالرصاص في الحالة دي Blood Film بتلاقي فيه حاجة اسمها هتدور في الاسباب اللي قلنا عليها Iron Deficiency Anemia Thalassemia Cydroplastic Anemia ركز معي بقى وما تنامش طيب ايه العين جالك عنده انيميا وبصيت على MCV لقيته عالي عالي يعني ماكروسيتيك انيميا تفكر في ايه الاشهر برضو الميجالوبلاستيك انيميا اللي هي نقص فيتامين بيه 12 ونقص حمض الفوليك فيتامين بي 12 وفوليك اسيد ممكن بعد كده الهايبوثيروديزم اللي هو خمول الغده الدرقية ممكن ليفر ديزيز يعمل كده مرت في الكابت ممكن بعض الادوية تعمل كده ممكن بولمرو فيلير او مشكلة في النخاع العظمي تعمل كده نعرف ازاي بقى نشخاصها في البداية لو MCV لقيته عالي قوي يعني اكتر من 110 غالبا 120 مثلا وال130 فتشك اكتر اكتر في الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد ديفيشينسي اناميا لكن برضو مش بنعتمد على كده اعمل تحليل حمض الفوليك وتحليل فيتامين بي 12 هتلاقيهم قليلين يبقى انت كده شخصت الحالة وتعمل البلوت فيلم هتلاقي فيه هايبر سجمينتد نيترو فيلز وممكن تلاقي كرات الدم البيضة والصفايح قليلين شوية ولو الحالة دي كانت نقص فيتامين بي 12 بتلاقي الاعراض العصبية اكتر من الفوليك اسيد ديفيشينسي اناميا طيب انت كده شخصت ان دي حالة ميجالوبلاستيك اناميا فيتامين بي 12 مثلا ديفيشينسي اناميا كده خلاص موضوع انتهى لا طبعا تقعد تدور بقى هو ايه السبب اللي عمل فيتامين بي 12 ديفيشينسي هل العيان نباتي مثلا ما بيكلش لحوم هل العيان عامل عمل عملية وشايل جزء من الجهاز الهضمي مسؤول عن امتصاص فيتامين بي 12 هل العيان عنده بيرنشياس اناميا وتعمل التحليل بتاعتها وهكذا تقعد تدور ايه السبب اللي مخلي العيان ده عنده فيتامين بي 12 او فوليك اسد ديفيشينسي اناميا وكمان ده هيساعدك كتير في العلاج لان افرد مثلا العيان عنده مشكلة ما في امتصاص فيتامين بي 12 تدلو اقراص فيتامين بي 12 طب ما هو مش هيمتصاها يبقى ملهاش لازمة يبقى ياخد حقا فيتامين بي 12 وهكذا لازم تعرف السبب وتعلق طيب العيان طلع مش فيتامين بي 12 ولا فوليك اسد عملت التحليل بتاعهم طلع طبيعي دور على اسباب التانية اللي قلنا عليها يعني مثلا شاكك ان هو هايبوثيروديزم العيان مثلا عنده امساكسط ودخين العيان بيدخن بيسرح كتير بينام كتير كاسلان انت شاكك في الهايبوثيروديزم اعمل تحليل الثيرويد اعمل TSH هتلاقيه عالي ثريتي ثري وثريتي فور هتلاقيهم قليلين وتفرج على حلقة تحليل الغده الدرقية وانت تعرف لقيت فيه خمول في الغده الدرقية عالجها طيب الغده الدرقية سليمة او انت شاكك ان العيان ده عنده لفرديزيز اعمل البروفيل بتاع الليفرديزيز اعمل له التحليل ALT AST Albumin Bt وعمل له اشعة تلفزيونية على البطن سونار لو لقيت مشكلة في الكبد دور على سببها وعالجها وبعلاج السبب هايكون علاج الانيميا لو انت شاكك ان العيان ده ادوية معينة زي الادوية دي هي اللي مسببالك انيميا اسأل العيان خد هستر كويس شوفو خد ادوية من دي ولا لا ووقف الادوية تلاقي برضو الانيميا بتتحسن تدريجيا طيب انت دلوقتي استبعدت الحاجات دي كلها واستبعد الفيتامين بي تويلف فوليك اسيد ليفرديزيز هايبوثيروديزم والدراجز واستبعدت كل حاجة ومش عارف السبب فين بشكل كبير وكمان في شوية مشاكل في الويت بلوت سيلز وفي البليتلتز تعمل العيان ده بونمارو اسبيريب عينة من النخاع العظمي لو في مشكله بشكل كبير في النخاع العظمي العينة دي هتتعرفك التشخيص زي الابلاستيك انيميا وزي المايلو ديس بلاستيك سندروم وغيرها من المشاكل اللي بتأثر على النخاع العظمي ولو وصلت للمرحلة دي حوله لهماتولوجيس أو لطبيب امراض دم هانمت ولا لسه كده احنا عارفنا المايكرو سيتيك انيميا بنفكر في الثلاث اللي قلنا عليهم الماكروسيتيك أنيميا بتفكر في الأسباب اللي قلنا عليها دي دلوقت هنتكلم بقى عليه نورموسيتيك أنيميا يعني العيان كرات الدم الحامرة بتاعته طابعية الحجم يعني المسي في بتاعه طالع طابعي غالبا من 80% او على حسب المعمل الي انت عامل فيه في الحالة دي بتشكفي ايه بقى نورموسيتيك أنيميا يا إما العيان ده عنده تكسير فى كرات الدم الحامرة تكسير سواء التكسير ده مناعي او غير مناعي زي ما هنعرف بعد شوية يا إما العيان ده بوست هوموراجيك حصل له نزيف فلسه مفيش ريتيكولوسايدس بشكل كبير فتلاقيها نورموستيك أنيميا أو تكون دي أنيميا أوف كورونيك ديزيز زي ما قلنا واحد عنده كورونيك ليفر ديزيز كورونيك كيدني ديزيز كورونيك هارت ديزيز أو العيان ده يكون عنده كومبايند آيرن وفيتامين بي 12 ديفيشينسي اللي اتنين نقصين الحديد وفيتامين بي 12 تعال بقى ناخدهم واحدة واحدة العيان انت شاكك ان عنده تكسير في كرات الدم الحمر تعرف ازاي من الاساس ان عنده تكسير لازم تتأكد ان فيه تكسير في كرات الدم الحمر ازاي تعمله LDH تلاقيه عالي بلوروبين تلاقيه عالي وبيكون ميللي انديريك تعمله ريتيكولوسايد كوينت تلاقيه عالي هابتو جلوبين تلاقيه قليل واليورين اناليسيس تحليل البول ممكن تلاقيه همو جلوبونوريا وهمو سيدرونوريا والعيان ممكن تلاقيه جوندست مسفر شوية كده بالتحاليل دي انت تأكد ان العيان ده عنده تكسير في كرات الدم الحمر نرجع ندور بقى سبب التكسير ده ايه طبعا لو فيه تاريخ مرضي في العيلة لمرض بيكسر كرات الدم الحمراء ده هيوجهك بشكل كبير انك تطلب تحاليل المرض ده يعني العيان لو قالك انا مثلا عندي بنت خالتي ولا اخويا عنده مثلا سيكل سيل اناميا يبقى خلاص هتخش في الموضوع على طول وتعمله تحاليل السيكل سيل اناميا لكن عموما لو انت مش عارف او مفيش تاريخ مرضي او هتتصرف ازاي مع الحالة هل هو تكسير مناعي ولا غير مناعي هل المناعة هي اللي بتهاجم كرات الدم الحمراء وتكسرها ولا مش المناعة تعمل تحليل اسمه كومبستست التحليل ده لو طلع ايجابي كده ده تكسير مناعي لكرات الدم الحمراء لو طلع سلبي يبقى تكسير غير مناعي بس كده لا طبعا لو طلع مناعي نقعد ندور بقى ايه سبب التكسير المناعي لكرات الدم الحمراء ازاي زي مثلا لو انت شكيت في مرض مناعي عند العيان ده بقى وهو ده السبب اللي عمل تكسير في كرات الدم الحامرة شكيت مثلا ان عنده SLE الزيبة الحامرة في الحالة دي تعمله تحاليل السيستيمو كلوباس شكيت انه عنده لقدر الله اليوكيميا اعمله فحوصات اليوكيميا كمان لازم نستبعد بعض انواع العدوى العدوى اللي ممكن تعمل Immune Hemolysis تكسير مناعي لكرات الدم الحامرة وكمان بعض الأدوية اللي ممكن تعمل كده يعني في بعض الأدوية مع ان ده نادر لكن موجود بعض الأدوية تعمل تكسير مناعي لكرات الدم الحامرة فلازم تاخد تاريخ مرضي من العيان كويس وتشوفه بياخد أدوية من دي ولا لأ ولما بيبطلها العيان بيتحسن غالبا بسرعة طيب انت استبعدت كل الأسباب دي مع ان الكمبس تيست ده طالع إيجابي في الحالة دي بنسميها Immune Hemolytic Anemia اللي هو تكسير مناعي بدون سبب معروف لكرات الدم الحامرة طيب التكسير ده مش مناعي يعني العيان جاي لك وعنده أنيميا شكت ان عنده تكسير في كرات الدم طلبت له الحاجات اللي قلنا عليها بتاع تكسير كرات الدم الحامرة لقيتها موجودة وتأكدت ان العيان عنده Hemolysis وعملت الكمبس تطلع نيجاتيف معنى كده ان التكسير مش مناعي Non immune تدور على السبب طبعا التاريخ المرضي للعيالة مهم جدا في الموضوع ده وكمان البلوت فيلم اللي تكلمنا عنه مهم جدا وهيشخص لك حاجات كتير يعني مثلا طفل جاي لك وقال لك دواكي الفول أو اخد أدوية معينة وحصل له أنيميا وابنخالته عنده أنيميا الفول طبعا بالشكل ده هتفكر أكتر في أنيميا الفول تعمله البلوت فيلم هتلاقي فيه Heinz Boudes لكن مش هنعمله تحليل الجي سيكس بي دي لأن الريتيكولوسايدس اللي طلعه بيبقى فيها الانزيم عالي فما ينفعش عمل التحليل في الوقت ده لازم استنى شهرين أو ثلاثة وبعدين عمل التحليل ده وفي حلقة عن أنيميا الفول بردو تقدر تشوفها من اللينك ده طيب لو فيه تاريخ مرضي أو أنت شكيت أن فيه Hereditary Spherocytosis مشكلة في الممبرين في غشاء الخلية في الحالة دي بتتشخص عن طريق البلوت فيلم البلوت فيلم بيقولك أن فيه Spherocytes كمان تطلب له تحليل اسمه Osmotic Fragility Test تلاقيه عالي يبقى أنت كده شخصت Hereditary Spherocytosis كمان البلوت فيلم ممكن يشخص لك Hereditary Aleptocytosis البلوت فيلم مهم جدا طيب العيان جاي لك وعنده تاريخ مرضي في العيلة أنه عنده في أريبه Cycle Cell Anemia والعيان بيجي له آلام كتير في العظام نوبات من الآلام الشديد في عظامه العيان ده تطلب له Hemoglobin Electrophreses هيطلع فيه Hemoglobin S اللي هو الخاص بال Cycle Cell Anemia كمان البلوت فيلم ممكن تلاقي فيه Cycle Cells Target Cells هو الجولي بودس وغالبا العيان ده أصلا بيتشخص وهو صغير في السن طيب العيان جاي لك وبيقولك أنا عندي لون البول بيبقى شبه الكولة بس فأنت شكت في حالة Baroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria ودي طبعا حالة نادرة يعني لكن انت شكت فيها غالبا بيكون فيها تكسير في كرات الدم الحمراء على مدار اليوم لكن البول ما بيظهرش باللون الأحمر أو بالكولة كالر ده إلا صباحا عشان بيتركز بالليل المهم يعني تطلب له تحاليل ايه تطلب له التحاليل دي Ham test flow cytometry ممكن bone marrow analysis ممكن test اسمه sugar water test وممكن sacroslices test التحاليل دي بتشخص لك الحالة بتاع Baroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria نصحصح مع بعض بقى عشان انت كده شكلك نمت مننا احنا بنتكلم في النور مستيك أنيميا يعني العيان الامي سي في بتاعه طبيعي اتكلمنا على ان فيه تكسير التكسير ده يا إما مناعي زي ما قلنا الكمبستيست طالع positive يا إما غير مناعي والغير مناعي في منه انواع منه الحاجات الهيريديتري زي الهيريديتري سفروسايتوزيز الليبتو سايتوزيز السيكل سيل الحاجات اللي هي أمراض ورسية وانيميا الفول والحاجات اللي قلنا عليها دي فيه نوع تاني من التكسير اسمه traumatic traumatic يعني بيتكسر حاجة بتروما كسر كرات الدم الحامرة زي ايه مثلا؟ واحد مركب cardiac prosthetic valve واحد مركب صمام صناعي في القلب ويكون هو السبب فيه تكسير كرات الدم الحامرة طبعا هتعرفه بالتاريخ المرضي يقول لك أنا أعمل عملية ومغير صمام وتسمع صدر وتسمع صوت الصمام كمان فيه مجموعة أمراض اسمها ودي محل امتحانات بقى ده سؤال امتحانات زي مثلا التي تي بي والاتش او اس تي تي بي اللي هي ثرومبوتوك ثرومبوسايتوبينك بيربرا بيبقى معاها مشاكل في الصفائح الدموية ومعاها اناميا العيان اللي معاها تي تي بي غالبا بيكون معاها فيفر اتفاع درجة حرارة بنلاقي معاها هموليتيك اناميا لما اقول كلمة هموليتيك اناميا انت عرفت يعني ايه هموليتيك اناميا تكسير وتكسير يعني ايه الدي اتش عالي بلوروبين عالي ريتيكولوسايت كوينت عالي هابتو جلوبين قليل اليورين اناليسي زي ما قلنا فيه هموليتيك اناميا خلاص بقى هموليتيك يعني كده كمان فيه حاجة مميزة جدا وهي اللي بتخليك تشك في تي تي بي او الاتش يو اس في البلوت فيلم اللي هي شيستو سايتز لما تعمل العيان بلوت فيلم وتلاقي فيها شيستو سايتز بتفكر اكتر في تي تي بي والاتش يو اس كمان العيان ده لو عملتلو بي تي و بي تي و فيبرونجين غالبا بيطلعو طبيعيين ودول عشان فيهم مشاكل في الصفاح الدموية وبيبقى فيها سرمبوزز فانت بتحاول عشان تفرق بين وبين الدي اي سي دي حاجة كده مش في موضوعنا فمش هنتكلم عنها لكن عموما انت عشان تشخص تي تي بي عيان بيكون فيه فيفر هموليتيك اناميا لوبليتل طبعا الصفاح الدموية قليلة وظيف الكلا فيها مشكلة فيه اكيوت كيدني انجري اورين الامبيرمنت وزي ما قلنا البلوت فيلم فيه شيستو سايتز ودي حاجة مميزة جدا جدا ما تنسهاش شيستو سايتز يبقى تفكر تي تي بي اتش يو اس يبقى كده انت شخصت تي تي بي وغالبا تي تي بي بتكون فيه شخص بالغ الفرق بينها وبين الاتش يو اس يعني ان تي تي بي غالبا في شخص بالغ اما بقى الاتش يو اس اللي هنتكلم عنه اللي هو هيموليوتك يوريوميك سندروم اتش يو اس ده غالبا في طفل صغير غالبا اقل من خمس سنين وغالبا ما يكونش معاه فيفر هو دي الفروق اللي بينها وبين التي تي بي لكن بيبقى معاه هيموليوتك اناميا ومعاه اللوب لتلت ومعاه رينال امبيرمنت او اكيوت كيدني انجري في حاجة بقى اسمها هيلب سندروم اتش اي ال ال بي سندروم ودي بتيجي في الحوامل ودي حاجة مهددة للحياة دي حاجة خطيرة جدا ال هيلب سندروم ده من اسمها بنشخّصها اتش اللي هو هيموليوسيز يعني تكسير كرات دم حمرة ال ال اليفيتيد ليفر انساييوم تلك ال ال بي اللي هي low platelet يبقى هما الثلاتة دول بنشخّص بيهم هيلب سندروم هيموليوسيز ثالتها حاجة حم LEVEL في عيانة حامل انت كده شخص كمان العيان لو جايلك بنورماستك انميا وانت ملقيتش بقى اي سبب من دول مفيش تكسير في كرات الدم الحمرة مفيش تروماتيك هموليسيز مفيش حاجة هريديتاري مفيش حاجة وراسية انت استبعدت كل الاسباب في الحالة دي تعمل للعيان ده بون مارو اسبيريت او عينة من النخيع العظمي وزي ما قلنا دي بتبين لك حاجات كتير جدا وبتعرفك حالة النخيع العظم ايه شغال ولا مش شغال في مشكلة تانية فيه لوكيميا هي المسببة كرات الدم الحمرة انها تبقى قليلة هل فيه ميلوفيبروزيز هل فيه ميلودس بلاستيك سندروم هل فيه ابلاستيك انيميا وهكذا البون مارو في الوقت ده هيكون مفيد جدا جدا معاك خصوصا كمال لو فيه مشكلة زي ما قلنا فيه كرات الدم البيضاء والصفايح الدموية ايضا طيب ممكن حالة نورموستيك انيميا ويكون السبب فيها نقص الحديد ونقص فيتامين به 12 زي ما قلنا نقص الحديد المفروض بيعمل مايكروسيتوزيز احنا قلناها في الاول خالص فاكر في اول الفيديو نقص الحديد بيعمل مايكروسيتوزيز حجم الخليج يبقى صغير طيب ونقص فيتامين بي 12 بيعمل مايكروسيتوزيز فالجهاز يجي يشوفها يطلع لك المتوسط يقولك دي نورموستيك انيميا لكن في البلد فيلم بتلاقي الديمورفك انيميا بتلاقي الحجمين موجودين وكمان بتعمل التحاليل الايرن بروفيل وتعمل فيتامين بي 12 تلاقيهم هم الاثنين قليلين طبعا تدور على اسبابهم وتعالجهم واخيرا زي ما قلنا بقى انيميا اوف كورونيك ديزيز واحد عنده مرض مزمن وهو ده السبب في حدوث الانيميا بتاعته ودي حاجة مالتي فكتوريال مش عارفين سببها ايه بالزبط حاجات كتير مثلا سوق تغذية سوق امتصاص في المواد الغذائية هرمونات ومشاكل في الجسم ادوية كتير العيان بياخدها عملة تدخل في بعض وتسبب مشاكل للعيان حالة ضعف عام في العيان فهي مالتي فكتوريال فانت لو شكت فيها طبعا تدور على العيان عنده ايه مرض مزمن عنده ايه بالزبط هل عنده زي ما قلنا كورونيك لفر ديزيز نورموستيك انيميا تدور على المرض الأساسي وتحاول تعالجه وبيكون هو ده علاج الانيميا اوف كورونيك ديزيز كده انا تقريبا خلصت طبعا لو فيه اخطاء معلش عذرونا برضو الموضوع كبير واحنا بنتكلم على ابردش سريع شوية مش هنقدر نتكلم بالتفصيل في كل حاجة خلاصة الموضوع عشان ما ننساش لو لقيت عيان عنده انيميا mcv بتاعه قليل دي دور يا اما iron deficiency انيميا يا اما ثلاثيميا يا اما sidroplastic انيميا العيان طلع mcv بتاعه عالي يا اما vitamin b12 او folic acid deficiency انيميا يا اما hypothyroidism liver disease drugs bone marrow failure او bone marrow disease عيان طلع normocytic anemia شوف هل فيه تكسير في كرات الدم الحمرة ولا مفيش لو فيه تكسير دور هل هو مناعي compost test ولو طلع ايجابي دور على اسبابه طلع السلبي يبقى مش مناعي دور هل هو traumatic زي ما قلنا عليهم العيان مركب صمام صناعي العيان عنده micro angiobatic homolytic anemia وهكذا ولا هو مرض وراسي عنده مثلا anemia full زي ما قلنا sicle cell anemia hereditary spherocytosis وهكذا ولا العيان عنده anemia of chronic disease ولا العيان عنده bone marrow failure ولا العيان عنده post homerotic anemia كان بينزف ولسه ما حصلش اي compensation في الجسم وفي النهاية احب اشكركم لو لقيت ان الفيديو مفيد ممكن يفيد حد تاني انشروا الفيديو واشترك في القناة واعمل لايك وشكرا ليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة